فادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن وزير الدفاع يؤف جيلانت لم يكن يعلم مسبقا بنية الجيش الإسرائيلي تنفيذ وقف تكتيكي للقتال في رفح وأنه لم يوافق على هذا الإجراء وأوضحت إذاعة الجيش أن هذا هو السبب في إصدار الجيش لبيان لاحق أكد فيه أن الأمر لا يتعلق بوقف شامل للقتال في رفح مضيفة أي الهيئة أنه وفق هذا التوضيح الجديد سيتم الطلب من وزير الدفاع الموافقة على الموقف المذكور للقتال في مناطق عبور شاحنات المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم وأنه من المتوقع أن تتم الموافقة على ذلك